أنا ما بسلم نادى الأنصار لأي أحد ما أنه قادر على إدارته أنا حجدد لهم أولاً أنا حجدد لهم إثنين هوا اللي عبين لهم بقلبي معها مكانة كبيرة صراحة اليوم لهذه الإدارية ما عم تشتغل مثل ما لازم تشتغل يعني ما عم تاخد دورة هالموسم زنية كتير عالية ما بدي رأم أكتر من اليوم سبعمية والملعب اللي مقدمين لك هي الملعب هده لبهاء طب إيه لبهاء إنه آخر شي بيت الحريري ده الاتحاد أخي ما عم بورجيك اللي أنت حاب تشوف ولا اللعبة شو حاب بتشوف؟ يخيي حاب تشوف أنا الفطبول بلبنان بغير مستوى لنعمل هالشي ما فيه بلان تعوّر جونا لبلان تعيد كون سليمان فرنجي وقادر جيش إذا هلأ خيروك قادر جيش ديركت دون تفكير دون تفكير نبيل بدر أهلا وسهلا فيك مرسي الله يسلمك كيف تحب نخاطك اليوم سعادة النائب ولا الأستاذ نبيل بدر رئيس نادي الأنصار والله أنا بتسميني نبيل بيكون أفضل شي سبتلاقيها صعب شوية ما مانا نرفع الكلفة هلأ لا لا الأدي نحنا قاعدين بجو كتير ورم أنا أول شي بدي هنيك على هيدا استوديو صراحة ما بينقصوا شي جربت انتقدوا لا ما في شي ينتقد عليه صراحة مليء بالدفع مشان هيك بحس حالي متل كانوا قاعد بالبيت فينا نحكي مع بعض بالطريقة زي اليوم رح نحكي كل شي المتوقع والغير متوقع يعني بكتتوقع مني أسئلة غريبة عجيبة بتمنى برحابة صدرك تجاوب عليها دايما جاهز بس خلينا نبلش أول شي بالرياضة تحديدا بالأنصار باقي بنادي الأنصار موجود لأنه كتير طلع شائعات انه نبيل بدر خلص يعني استنفزت الفكرة يلي خلقت كرميلا نادي الأنصار عمل نائب بده يفل وهيدي الشائعة آخر 3-4 أسابيع كانت يعني مستواها عالي جدا أنا خليني نصلح الفكرة هاي أول شي أنا جيت على نادي الأنصار بالأساس محبة باللعبة محبة باللعبة الفوتبول ومحبة بنادي الأنصار بزي حبيت أخد دوري بنشر الفرح بصفوف جماهيرو لأنه فعلا أنا بفترة من الفترات الرئيس السابق للنادي أفرحني جدا لما كنت طفل اطلع على الملعب ادخل على ستاديوم يعني وأحضر النادي عم يلعب ويربح بطولات وسببت لي لحظة من الفرح والسعادة حبيت تخليها ظفوف الأجيال القادمة مشان هيك رجعت جيت يعني أنت ابن المدرج أنا ابن المدرج حبيت أعطي هذا المدرج هالقيمة الإضافية اللي أنا بدي أقدمها لحتى حافظ عن هذه الأنصار موجود على سلم أو على البوديوم تبع البطولات لحتى يفرحهم مثل ما أنا فرحة أنا وصغير يعني بي هاي دي فكرة وصولي بي بني دي الأنصار هاي دي فكرة وصولي اليوم الأمور كيف تتغير أنا أحدا بيعرف بس اليوم الحقيقي الواقع أنا ما بسلم نادي الأنصار لأي أحد ما أنه قادر على إدارته وما أنه قادر على إبقاؤه مثل ما هو عليه اليوم يعني إبقاؤه بأول ثلاث مراكز بالدورة اللبناني قادر ماديا وفنيا وإداريا على أن نكون رئيس صالح لهذا النادي أنا بقدر سلمه إياه لما يطمن بالي لهذه اللحظة ما أجا حدا عنده النية أن يكون رئيس نادي الأنصار وعنده هاي المواصفات وبالتالي أنا باقن حتى أجد البديل اللي إن شاء الله بيجي بقرب فرصة يعني أستاذ نبيل عم تفتح الباب لتسليمه في حال وجد البديل المناسب لما بيجي البديل وعنده هاي النية أنا موجود ناقش أنا وياه موضوع رئيس نادي الأنصار قبل هيك نادي الأنصار برعايته ولا يمكن أبداً أتخلى عنه ومش هلأ لو لا بعد عشر سنين خلينا نحصم هيدا هيدا النقطة باقي نبيل بدر لما عمل نايب بتصور مبأ أولوياته نادي الأنصار الاهتمام صار أكتر للسياسي سلمت كل شي لمدير النادي بلال فراج لهو بايدووي يعني أهل أنه يستلم لأنه بلال شخص إداري ممتاز وناجح ولكن ما عم تدخل إلا بالاستراتيجيات وإلا بدفع المصاري هو شي هلايدا صحيح أول شي ما نود أي لا أكيد اللي عم بصير هو إنه أنا من أول ما عملت نائب قسمت وقتي أو قاتي قسمتها لحتى أقدر غطي كل الإشياء اللي أنا متولى رئاستها إن كان بالعمل الاجتماعي والإنساني والديني عبر صندوق الزكا أو بالعمل السياسي عبر النيابة أو بشغلة أو بالرياضة بالرياضة يلي يعني بني تبرياضة قدي قدي الرياضة عن تاخذ كبير من وقتي لما لازم وحسب الأولويات اليوم من أنصار رايح على بطولة لبنان أنا بهمني يكون واقف إلى جانب الفريق كل لحظة وبالتالي عم كون موجود بكل لحظة مع الفريق عم بجتمع باللاعبين عم بجتمع بالإداريين عم بحضر المتوشي عم تدخل بعمل المدربين مثل ما يقولوا إنه بتدخل اسأل جمال أنا ما بحب دفع عن حالي لأنه بقولوا كتير إنه كنت تدخل بالتشكيلة بحكة كتير بس بالحقيقة الواقع بيقولك عنه جمال أنا بالنسبة بقلي لما بشوف فيه غلط بأداء الفريق بيقدر أنا اجتمع مع إداري الفريق أو المدير الفني وقال له هناك قطأ بالتشكيلة والأداء فيني قل له بس مش تدخل فيه قبل الببارات وقال له لعب فلين أو محل فلين جمالتها ثقة عندك لغاية هاي اللحظة هذه اللحظة ثقة وأنا أعطيك يعني خيار منه خيار يعني منه خيار هين إنه تجيب مدرب أجنبي لنادي الأنصار بميزانية اللي نحن نحكي بعد شوية عنها منه خيار هين تجيب مدرب محلي هي خبرك المدرب الأجنبي كمان منه خيار سهل أول شي مش بس بميزانيته ومش بس بمصريفه لا كمان بعقليته بدك تشوف إذا عقليته تتناسب مع العقلية اللبنانية اللبناني اللاعب اللبناني عنده عقلية مختلفة استثنائية ما فيك مين مكان تركبه عنده لما أجل ألماني عمل معنا بطل من سنتين لأنه كان هو أردي عايش باللبنان وبيعرف تفاصيله وبيعرف كيف يتصرفوا اللعبين بقى تأقلم مع الجو وقدر أخذ النادي على البوديوم طبع البطولة أو أخذ رفع الكاس والبطولة هلأ اليوم لنقدر نحصل الواحد بهذا بهاي الكريتير صعب مشان هيك نحن على لاعب على لاعب لبناني أو مدرب لبناني عنده بيع طويل بالتدريب إن كان بالأنصر أو بغير فرق وبيعرف العقل اللبنانية وبيعرف الفريق وبيعرف تفاصيله وبيعرف الفرق التاني وبيعرف يحط تيكو بيزد على أداء ونوعية اللعبين بالفرق التاني يعني الثقة كاملة بجمال طاخل جمال قادر والدليل إنه صار فيه شوية خضات بالفريق بس معدل الفريق ماشي مثل ملازم بالصدارة مقاسران ولا ماتش وبالتالي جمال أهل المسؤولية واللساء ممتاز بما أنه عم تتابع الفريق لهذه الدرجة يعني فنيا نقدر نخود معك ونناقش حاضر في عدد من كبير من اللاعبينك عقودهم رح بتخلص هذي آخر سنة يعني أنا حنقل اللاعبين الأبرزين اللي هني عليت السيسي عليت نايش السيسي وكريم درويش اللي عرفته أنا أنه هني اللاعبين يعني قدموا قدموا مطاليبهم شو بدهم مطلبات أنا حجددهم أنا حجددهم تنيناتهم هو اللاعبين قلهم بقلبي مكان كبيري صراحة وهني بيعرفوا هالشي وأنا حكيت معهم بالشخصة وخلص قصة العقودة والشروط والمصاري هذي آخر هم هذي آخر هم خلص نحن قللهم أنتوا معنا يعني أنتوا معنا وهني بيعرفوا هشي بغد النظر شو طالبين ما بتفرق لأنه آخر شي نوصل لحال سوا أنا لا هني حيتقلوا علي ولا أنا حقا تشاطر عليهم يعني اثناناتنا آخر شي بدنا نصلحة الفريق وهني حيمشوا معنا وخاصة هاللعبين في بعض اللاعبين كمان بتخلص عقودهم مثل أحمد حجازي مثل حسن شعيتو شبريكو شو الاتجاه كمان نحن أي لاعب بشوفوا في المدير الفني ضرورة أو حاجة للفريق نحن مضطرين هربت للمدير الفني اي لا بس أنا بالنسبة أنا بالنسبة يقولي شبريكو ابن هذا النادي طلع من الفئات العمرية وكبر معنا هلأ هيستني بس شوي ملاعب وهي فترة من الفترات لأنه كان معور شوي تراجع مستوي ورجع شد هلأ بهمني أنه يبقى معي بالفريق هو بريد أنا حاضر نحن وياه ما بنختلف حتى الهن ورايحين قبل ما يروحوا نحن إذا راحوا نحن وياهم كيف دلك تربطنا علاقة أخوية و وما مشكلة المصاري هني بيعرفوا أنه مش المصاري بهمني أنه يكون قديم بالفريق عم يعطوا يعني وغير هيك ما بهمني المصاري منلاقيه الحلول ودائما ما تكون الحلول على حساب رئيس النادي بس رئيس النادي موافق في سبيل شو مصلحة هالنادي والسمراريته ودايمون ميته رح أحكي بعد شوي بالمنافسة هذا الموسم لأن المنافسة شرسي شرسي جدا أنتو والعهد والنجمة وحتى البرج والساحل يعني كمان عندهم عندهم أمل بس خليني بهيكلية هذا النادي وكمان رح غوص هلأ رح أربط رياضة بالسياسة لأنه نادي الأنصار له خصوصية كبيرة بيروتية تحديدا طريق جديدة له امتدادات سياسية كمان رح نحكي بشكل مفصل بس خلينا نحكي بس بالهيكلية الإدارية أو شي مرتاح مع الهيئة الإدارية الموجودة هلأ هل ولا ولا عم بطير النادي وما نشوف أنا بقول لك اليوم الهيئة الإدارية ما عم تشتغل مثل ما لازم تشتغل يعني ما عم تاخد دورة وبالتالي عم بحس حالي أنه أنا عم بحمل مسؤولية أكبر مما لازم أحمل في بعض الأمور المفروض لهيئة الإدارية هي تقوم فيها هلأ عم نحكي على الأشياء مش تأنوز علين عم بحكي لأنه هذا واقع الحال وأنا بحكي دغري مشان هيكي بشوف أنه في بعض الأعداء لهيئة الإدارية بطلوا مهتمين باللابة بدنا نرجع بالانتخابات القادمة آخر هالسنة بركة نقدر نجيب شخصيات عندها هوا بالفوتبول وعندها الطاقة ويمكن في ناس بتمنيها تكون من ضمن منا كتير راضي يعني عن الأداء الإدارية يخي فيه مجموعة من الغابوا عن الفريق غابوا غابوا سافروا وفي ناس بعادش التهوا بغير أمور هلأ ما نرجع نركب إدارة تتناسب مع حجمها الفريق يعاب على نبيل بدر أنه ما بيهتم كتير بالفئات العمرية أو ما بيحب الفئات العمرية يعني ما بتعني له الفئات العمرية نادي مثل نادي الأنصار زعيم الأندي اللبناني من حيث الألقاب ما عنده بتشوف ما في عنده مدرسة فئات عمرية قادرة تنافس بدوريات تحت الستة عشر وتحت الاتمنتاش والشباب هيدا قرار منك أم هناك إهمال من بالنظرة الفنية لهيكلية هذه النادي الفنية شوف نحنا عاملين باجت للفئات العمرية مثل ما عاملين باجت للفريق الأول باجت الفئات العمرية عم نصرفها مثل ملازم ما عام تعمل شي يعني هناك خلل صحيح يا أما الباجت قليلة يا أما نوعية الناس اللي عمنا نحطوا أن نحنا ليديروا هاي العملية ما بيتناسبوا مع هذا النادي شو المطلوب نعملوا أو عم يقدوا غلط شو المطلوب نعمل نحط قيمين إداريين على هذه الفئات العمرية لتعطينا الدور أو الغاية المطلوب مننا أو تعطينا النتيجة بالأحرى المطلوبة مننا وهي أنه نخلق مجموعة من اللاعبين المواهب ونطلعون على الفريق الأول اللي عم نعملوا اليوم أنه نحنا حضرنا هاي دي هلا من يومين ثلاثة حضرنا مجموعة من الشباب يلي هني فعلا عندهم الرغبة أنه يكونوا موجودين معنا بالجامعية العمومية وشكلناهم أنه يكونوا شابان أنه هن يكونوا مسؤولين عن الفئات العمرية حطونا خطة لنشوفها ونرجع لأنه شفت أنا نتائج بعد في عنا الناشئين بس ما أخذنا ولا محل ولا مركز بالفئات العمرية هذا يعود أنه الأشخاص الموجودين كانوا بالفئات العمرية من مدربين أو مسؤولين إداريين ما كانوا بالمستوى لأنه الباجت رصدت والباجت انصرفت المشكلة مش بالرئاسة النادي المشكلة أنه يعني احنا ما عم نقدر نستقطب مجموعة من الصغار خاصة بالأشبال لأنه هن بيغزوا بيغزوا الفئات العمرية التانية يعني عم تحكي من الناشئين لشباب هؤلاء هالأشبال هؤلاء اللي عم يجونا ما عم بيكونوا بالمستوى المطلوب وبالتالي الفريق شو عم يعمل عم ينقل هالمواهب الطبيعية العادية من الأشبال للناشئين للشباب وما عم يقدروا يأخذوا دورهم بينما من فترة 4-5 سنين كان عنا غير مجموعة كان عنا بلشوا معنا من الناشئين مجموعة كتير عالية ولا عم بتشوف يعني بأمن أنت بعمل الفئات العمرية مهتم وأنا بشوف إذا مثلا تجاي سنة اللي بعدها هيدا الفريق بدو يبني فريق من الفئات العمرية نادر الأنصار ما بقى يسوى دائما كل سنة بدو يشتري خمس ست لعبين أو سبع لعبين من النديا سيد نبيل ضد نظرية تشتري ولا تربي قبل كنت تربي ولا تشتري أو ربي ولا تشتري بعدين لقيت من خلال الأداء نتائج أنه لأ صار إنت لازم تشتري لأنه أنت لتربي طبقت هيد نظرية شتري ولا تربي هكسرت أعمل لأنه لتربي بدك جيل وهذا الجيل أنا وانا مستعجل أنه أعمل بطل مش بس أنا أنا وجمهوري وإدارتي كلها بدك أعمل بطل وبالتالي بدك تحضر فريق بدك تشتري بعض المواهب لتدعم فيها الفريق وخاصة بالمراكز اللي بي نقصك فيها هيدا المواهب هلأ بعد سنة بعد سنتين الفريق هيلعب بمجموعة من المواهب الصغيرة يلي صارت موجودة بالفريق الأول وصار لازم نعطيها دورة هيدا الشي شو بدو يعني بدو يعني أنه نحنا يمكن ما نقدر النافس ما نكون بأول ثلاثة بس نحنا لازم نعملها هاي الخطوة لازم ناخدها لحتى نعطي دور للشباب اللي طالع من هالنادي لأنه أكتري تلعبين إذا بتشوفهم بالفرق الثاني كلها من نادي الأنصار ليه طلع بالبرج طلع بالساحل طلع حتى من النجمة طلع بالفرق الصغيرة كلهم هولي بيطلعوا لعنا ما بيلاقوا دور يلعبوا مع الفريق الأول شو بنعمل فيهم نوزعهم على هالفرق بروحوا بيلعبوا هوني كيف منهم بنجموا نحنا كنا دايما عم ننقل اللاعب الأفضل لحتى نأمن بطولة هذا الدوري بس نحنا عم نخسر مواهبنا لفرق تاني وبالتالي علينا أن نعطي هذه المواهب فرصة إذا ما كان بالعام القادم بالعام اللي بعده على الأكيد هيدا الموسم مقدي للميزانية هالموسم ميزانية كتير عالي بدي رقم أكتر من مليون وسبعمائة رقم كتير كبير مليون وسبعمائة حسبها ببالك أنت عدن عد اللاعبين اللبنانيين اللي غير الأجانب اللي بيقبضوا فراش عدن عدن هناك بس تخيلهم ببالك مليون وسبعمائة مين عم يدفعهم رئيس النادي بس بس يقال أنه كان فيه مجموعة من رجال الأعمال مدعم يعني ربطا بأول سؤال سألتك هي هل بدك تترك نادي الأنصار لأنه الشائعة لكمل لك الشائعة شو قالت قالت أنه بده يفل لعدة أسباب أول سبب أنه ارتباطاته السياسية رصات كبيرة ما بقى عنده وقت يعطيلها الرياضة وتاني شغل الحمل المادي صار كتير كبير عليه خاصة أنه هناك مجموعة من رجال الأعمال كانت تقريبا تدعم بحدود الخمسمائة ألف دولار بسنة بسلح للمعلومة إذا منا مزبوطة هذه المجموعة من رجال الأعمال انكفأت طبعا للأسباب الاقتصادية ولعدة أسباب ما بقى بده تدعم على هيدا الأساس عم تلاقي الحمل صار كتير كبير عليك عشان هيك بدك تنصحب شوي شو لا ما في شك أنه الحمل كبير لأنه السياسي عنده أحمال تاني على أن يقوم بها عداك عن نادة الأنصار نحنا عمل اجتماعي من قوم فيه عنا قدمات صحية نقدمها للعديد من المواطنين خاصة للبيرت منهم عنا بدر فونديشن هلأ عم تعمل مشاريع لخدمة الناس وهلأ هنحكي بالملعب البلد اللي أنه بدر فونديشن كمان هتعملون وهيدا كمان بيخليك أنت ترجع تعيد النظر أو تعمل حسابات وكيف بدك توزع البوجت لأنت حطط له هذه المشاريع هلأ نادة الأنصار أنا من أول مجيد صار لي تسع سنين تقريبا ولا حدا عطاني شي ولا حدا قدم ولا فيه كان رجال أعمال ولا كان فيه ولا بات الحريري ولا حدا ولا حدا فيه مرة بات الحريري دفعوا مصاري لنفسهم يعني أخدوهن دفعوهن حتى تكون صادق حرام دفعوا مية وشي ألف من سعد من الشيخ سعد دفعوا لنادى الأنصار كان حدا بدو إياهن كان سليم باك متدينون من البحر المتوسط أخدوهن دفعت لنفسي يعني بس هو خلص لك حساب كان عليك بالبحر المتوسط أعتبر ومش أنت مستدينو مستدينو الرئيس اللي قبلك يعني عرفتش الخبرية مهم أنا بالنسبة إلي على مدار تسع سنين أنا ما طلقت مصاري من حدا أبدا دعم لهذا الفريق والملعب والملعب اللي مقدمين لك إياه الملعب هذا لبهاء طب إيه لبهاء إنه آخر شي بيت الحريري أول شي هو الملعب اللي أعطوني إياه هو عبارة عن أرض خرابة أنا سويتها بس ملعب حقه يعني أرض حقه كثير مصاري قد ما كان حقه إذا أنت ما عم تستعملها مألة قيمة أنت شو جيت عملتها؟ أنت جيت سبطتها وجيت أنت عادت إعمارها من أول وجديد عادت تزرعت كل حشيش بثلاث ملاعب أعملت تجهيزات لكل الغرف والإدارة والبدرج منشأة أنت جيت دفعت من جايبتك مليون دولار اللي عملت منشأة أستاذ نبيل سيواموك بفترة من الفترات على الملعب؟ لا ما أحد أحكي أكيد لكمان طلعت شائحة أنه صار فيه هيك نوع من لا 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 ما بدي أقس الكلام يعني من نوع من الابتزاز بموضوع الملعب أنه منسحب منخ الملعب شي ربطه بالسياسة ما بتصور إن صار في حديث أنا بس وصلني بالتواتر مصار الحديث مصار بالمباشر بس ما بتخيل حدا بيستطيع أنه يبتز حدا اليوم عم يشتغل لخدمة الناس ما عم يشتغل لنفسه فيك تبتزه بخبرية لإذا هو مستفيد منها بس أنه أنا عم بعملها لخدمة الناس لتنبسط الناس وتفرح وعم بحط من جايبتي إذا أنت بالسياسة فيك تفرد رأي بس بعمل الخير ما فيك تتفش الناس عن ما يعملوه يعني تصحب لبصات من تحت الجريون بعمل خيري اجتماعي رياضي ما قالوا دعوة بالسياسة الباجت مليون وسبعمية مرأت فترة بالكورونا السنة الماضية كان أعلى وما ربحنا البطولة وفي فترة شوف المصاري مش دايما كل شي يوم إن ربحنا البطولة كانت الباجت كتير صغيري أنت أستاذ نبيل تعلمت بمصرياتك يعني آخر شي لفتت على هيدا اللعبة وأخدت خبرة دفعت حقها مصاري هيدا الخبرة يعني أخدت وقت لأخدت البطولة وجربت كتير واستثمرت كتير مصاري حسن معتوق جددت له انتخابيا ولا رياضيا لأنه كمان قيل الكثير أنه حسن معتوق توقيت جديده قبل الانتخابات هو خلص قبل الانتخابات هو خلص عقده بسنة الماضية بيخلص بشهر خمسة هلا ما تقل لي ما فكرت فيها انتخابيا أنه انتخابيا بتفيدني لش أنه حسن معتوق نجم لبناء الأول لكن الأنصار كله انتخابيا شو بفيدك بتاع تحسبها مضبوط الأنصار كأنصار معنا بلك تجمهور اليوم إذا انت هذا المال اللي انت عم تحطه على النادي تحطه بأعمال خيرية واجتماعية انت بتاخد اكسبوجر أكبر اكسبوجر أكثر والناس بتكون مستفيدة أكثر أنا عم بعمل شي محبة باللعبة مش لحتى ينتخبني بعدين قديه حينتخبني شو فكرك أنت المسيس المسيس بنادي الأنصار ولا يمكن يعطيك واللي عنده عائدة معينة إسلامية مضطرفة أو غير مضطرفة ولا يمكن يعطيك وباقي الناس عندها أراءة سياسية بنادي الأنصار يمكن نصوتك يمكن لا يعني الأليلين الأليلين يلي هني بتحمسوا للنادي وحياتهم هي الفوتبول يعني در لايف ستايل هي نادي الأنصار بروحوا بيعطوك بتأثروا فيه كرئيس نادي بيقدروك هو أنه معقل نادي الأنصار طريق جديد طريق جديد خزان الأصوات ببيروت وحضرتك نائب عن بيروت هيدا واحد اثنين رئيس نادي الأنصار هو نائب غير منتخب أنا بدي أحكيها الخلم أنا بمعقل بيروت أخذت أقل شي بطريق جديد برأس بيروت أكتر أخذت بالمصايت بأكتر بالطريق جديد ما أخذت بس تتكون بالصورة عندي شعبيت بطريق جديد بس انتخابيا مضرور يكونوا معك أنا عم قل لك مضرور يكونوا معك بس أنا هني بقدروني بيحترموني هيدا شو اللي يتوفى؟ لا عواحك الواحد عنده خياره السياسي قتلك بالرياضة بيحبك بيحملك من هولا للأمر بس بالسياسة يختلف عنده رأي سياسي وهو مؤدلج بيروح بهذا الاتجاه فوتبول ما بيعطيك الاكسبوجر ما بيعملك نائب هيدا رسالة تعرفك العالم يعني بعرفك العالم أكتر في كتير رجال أعمال معهم كتير مصاري العالم ما بتعرفون بينما رئيس نادي الأنصار رئيس نادي النجم رئيس نادي العهد الاكسبوجر طبعا أكبر بكتير بتروح المطار كل العالم بتعرفك طبعا كرئيس نادي وليس كرجل أعمال ما نعمل لك الفوتبول بيعطيك الاكسبوجر ناسب سيرتعرف بس هيدا يعني باس كتير كبير بيعملك نائب بيقربك دفش كتير كبير دفش أكيد بقربك كمان بالأعمال انتبه اليوم الأعمال الخيرية الاكسبوجر اليومين بيعملك الاكسبوجر الأعلام الأعلام بيعملك إذا أنت تعرف أنت في خدمات مدفوعة اليوم بالأعلام وإذا أنت عملت الأعمال أو عرضت على الأعلام بيصير مثلك مثل رئيس نادي وقبلها بل أكتر بالأرقام اللي عم نحكي عنا بالفوتبول ما عم نحكي بأرقام بسيطة اليوم عم تحكي أنت بمليون ونص ومليونين نحن عم ندردش ما النزل علي أنه عم ندفعهم مبسوطين عم ندفعهم من كل قلبنا يعني وأنا بيهمني الناس مثل ما قلتلك تكون مبسوطة وفرحانة أنه هذا الفريق عم بينافس على بطولة لبنان دايما نصر له أربع خمس سنين هلأ هاي الأرقام كمان بدي أحكيها بالمحور التاني لما نحكي عن البطولة أنا برأي هاي الأرقام بتساعد على تضخم على التضخم بهذا اللعب يعني يمكن منها أرقام حقيقية رح نناقش فيها بما أنه جبت تصير تطريق شديدة والسياسة كمان ما بدي أقول يعاب كمان هناك شائعات يعني أنا ما بدي أنسو بشي لقلي بفترة من الفترات أستاذ نبيل حولت تحول نادي الأنصار لنادي سنة سنة بحث من خلال يعني استقدام لاعبين سنة طبعا هناك لاعبين مسيحي وشيعة واللي بدك يا موجودين ولكن كان الاهتمام أكتر أنه تستقدم لعبين سنة ما بعرف إذا سمعوا هيدا لازم تكون سمعوا بسمعها لا كيف هي المشكلة مش أنه إذنه في خبرية بتسمعها أو لأ بدك تشوف الواقع ومين بيطبقها بتطلع أنت بنادي الأنصار بتقول فيه هلأ اليوم تفرج هلأ على الفريق مش هلأ هلأ صار فيه شوية توازن سني قبل كان بالعكس تماما أنت عم تحكي أنا هلأ هلأ هيدا الحديث يمكن أن تبقى يمكن أن تبقى ترجع التوازن برجع أنا شو بعمل لابل العكس هلأ العكس تماما هلأ هلأ شو عم بصير أنا دايما بكحب بريق يكون موزييك لبناني جيد بحب يكون في الدرزة والمسيحة والشيعة والسنة وهيك بعمل دايما ويمكن أوقات بجيب لعبين مسيحيين منهم بالمستوى بس لأنه بدي هيدا الموزييك أو لعب درزة مثلا وشوي وضعه كذا لحتى يكون بالفريق بس الفريق ما بيساير سني على حساب شيعي ولا شيعي على حساب مسيحي الفريق الأفضل بده يربح بطولي بربحها ب11 شيعي إن شاء الله بربحها ب11 سني إن شاء الله ب11 مسيحي ما بتفرق معي أبدا هذا اللي بفوت قول إن شاء الله يكون اسمه جورج ولا علي ولا عمر ما عندي فرق أبدا بهمني الفريق يأخذ فقور هذا اللي بهمني وهم البطولي وهيدا الحكة اللي بتحكيه بيحكوه ناس هني عم بيطبقوا هيدا الشي أنا هذا الموضوع جاني من أصداؤه من بعض الشخصيات من بعض الأندية وبعض جمهور بعض الأندية وبس أنا بدي أقل لك شغلي العكس تماما بصير من هيدا الأنصار اليوم عنا من كل الطوايف ما بتفرق ما بتفرق أبدا مين أكتر من مين ولا كان هممني لأنه قلتلك من فترة كان طابش كتير ما راح تجيب تلاعبين وركبتون حتى آسم لا اليوم اللي أفضل بيلعب بالملعب والأفضل هو يلي بيقدر أنه أتكل عليه بخليه داخل الملعب شو ما كان طيفته مين مرجعية ناد الأنصار اليوم مرجعية شو ناد الأنصار مرجعية سياسية ما في مرجعية سياسية لا طول عمره ناد الأنصار له مرجعية سياسية بيت الحريري طبعا سليم بيك دياب رجل تاريخي بنادة الأنصار وطول عمره عند بيت الحريري يعني يقال أنه نبيل بدر من خلال دخوله على ناد الأنصار ومثم استلمه بالرئاسي ليش حاسك مش مبصوص فيك ليش لا إذا عم غمي كتير لا لا بالعكس أنا بدي أسمع الخبرية لأجاوب عليها يقال أنه من خلال دخولك لنادة الأنصار أنه كنائب رئيس أو شيك عضو كنائب رئيس ومثم رئيس استولات على النادي وأخذته لمطرح تاني صار ناد الأنصار ملك شخصي لنبيل بدر والمرجعية ما بقتمون وحكي الكثير عن إذا ربحوا الكاسب ينزلوا عند الرئيس الحريري لما كان الرئيس الحريري هون بينزلوا عند الرئيس الحريري أو ما بينزلوا عند الرئيس الحريري خاصة أنه أحلام نبيل بدر السياسية لا تتوقف اليوم عمل نائب يمكن بكرة بعد شوية عم بيحاول يعمل زعيم بيروتة سنة بعد شوية يمكن يعمل رئيس حكومة خلينا نفصل السؤال الواسع كتير خلينا نروح على أول شيء على المرجعية السياسية نرجع من روح على طموح نبيل بدر طموح نبيل بدد تترك ليه للتياسة نحكي شوية بالسياسية دعنا نحكي على المرجعية السياسية مرجعية السياسية أول شيء لهالنادي كان فيه مرجعية بالقبل المرجعية كانت أخدم عن الاعتبار مصلحتها للنادي وكانت عم تشتغل بالتوازي مع نادي النجمة عم بتقدم للفريقين بس الأنصار أكتر كانت عم تعطي الأنصار قبل أكتر بعدين لما أنا جيت حتى كان الأنصار يحسب على المرجعية السياسية أكتر من النجمة لأنه شعبياً جمهور يستفيد منه أكتر جمهور هذا الفريق قد يكون ميال إلى هذه المرجعية السياسية سنة يعني البالك الأساسي سنة البالك الأساسي لا فيه نشكل بس فيه بالك سنة وبالتالي كبير موازن وبالتالي المرجعية السياسية بهمها أن يكون هذا البالك قريب مننا صح هلأ بفترة من الفترات لما أنا جيت رئيس نادي جيت رئيس نادي خليني يكون واضح وهلأ محدا بيقلي شيء ولا عم بعمل شيء لا فيه انتخابات ولا شيء أنا جيت على رئاسة هالنادي مش بقرار من المرجعية حتى برجع بأكد لك صار حدث ما داخل هالنادي تركيبة ما صار بطل بده يوموتا نائبر أو الرئيس دياب كريم دفاع مصاري كريم دياب بطل بده يدفاع مصاري بمعنى أنه ما بقادر وعم يقدر يأمن موازنة الفريق كنت أنا عم ساعد قبل بما يتناسب مع وضعي كنائب للرئيس أوكي لما الباك قال ما بده يكمل بهذا النادي من الطبيعي من الطبيعي يروحوا عموزة وعلى نائب الرئيس هل أنت يا نائب الرئيس قبلان أنك تحمل ديون هذا النادي والتزاماته السابقة والتزاماته المستقبلية إذا أنت قبلان نحن معنا نعمل نعم لك رئيس الظروف والأجواء المحيطة كانت مؤاتية وبالتالي أنا قبلت أنه أدخل هذا التحدي الكبير أنه أنت تكون عضو بالنادي بالنادي تترقى بسلم المسؤوليات تعمل نائب رئيس من بعدها تعمل رئيس أكبر نادي أو زعيم الأندية اللبنانية أنا بالناس بقال لي ما كانت شيء وبعدين توصل لمرحلة بتمسك كل المفاصل بالنادي بعدين شوي شوي آخر شيء اللي بده يستلم إدارة فريق أو إدارة مؤسسة أو شركة بده يشتغل بالعدة بده يستلمها بكل مفاصلة صحيح وبده يحط العدة تعيته صح وإلا لا تحسب عليه يحسب عليه الفشل في حال فشل بتقول لك ما عدته مشان هيك أنت عليك أسرقنت أنا رئيس سابق علي أنه أسمح لهذه الشخصية الجديدة أن تشتغل بكل طاقطة وبالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة بعدين بجب حسبكة جمعية عمومية وهذا اللي عملته أنا أنا جبت عدتي ركبت الفريق وبديت أول سنة ما مش الحال تاني سنة بلشت تبني فريق حوالت كثير أنت جربت كثير واستثمرت كثير مساري تبني فريق لأنه بدك تعمل شيء بالسنة اللي بعدها أخد بطولة كاس لبنان يعني كانت السنة 2017 بساتت سنين تقريبا أخدنا كاس لبنان ومن بعدها صراحة عكسنا لحظ كثير يعني بطولة لبنان خسرناها كاس لبنان خسرناها من العهد يعني مرتان يعني ما كان لنا حظ وصلنا مرتان لنهاية كاس لبنان وصلنا ثلاث مرات لحقيقة أو أربع مرات ربحنا اثنان وخسرنا اثنان يعني كنا نحن من الفرق المنافسة أمنا فريق أمنا أمس المرارية أمنا أهم شيء استقرار من هالمايلي صحيح أنا استولت على هيدا النادي لأنه مصلحتي ومصلحة هالنادي أن يكون هناك زعيم واحد لهذا النادي وليس مقصما إلى مجموعات سياسية أو مجموعات كل مجموعة منها تأتمر بقرار رئيس سابق أو أمين سر أو مدرشو الفلو بده يمشي يعني التيار لازم يمشي وأنت لازم تأمن استمرارية هذا التيار في النادي وإلا بتكون أنت ما عم تشتغل أنت جايز تنفذ أوامر بيجيبوا رئيس نفذ أوامر ويعطوهني مصاري والأمور بتمشي كانت يمكن بالطريقة اللي بده نياها بس هيدا الطريقة أنا طريق دي تختلف كمبليتلي يعني هلأ مرجعية نادي الأنصار هي نبيل بدر طبعا والجمعية العمومية خلينا طبعا اللي كمشها نبيل بدر اللي هي موجودة مانا كمشها موجودة يعني بيمون عليها نبيل بدر طبعا نعمل لك رئيس النادي بده يأمن استقرار استقرار هذا النادي وانا بجيب جمعية عمومية بترك لهم جمعية عمومية لحتى اي احدا بيخطر عباله بكرة يعمل لي انقلاب بتكون انت ماشي بمشروعك حتى نكون واقعيين وعم نحكي رياضة انت عندك مشروع بدك تعمله من هلأ لسنتين ثلاثة بتكون مرتاح انه انت مستمر من هلأ لسنتين ثلاثة ولا ما بتعمله هذا اللي عملته أمنت لنفس الاستقرار ولا النادي الاستقرار حالك الاحوال هايدي تاني يمكن مقابلة بعملها معك اول مقابلة كانت من سنين طويلة ساعة سنين عشر سنين من عشر سنين بتذكر انا بس خلصت المقابلة كنت عم بحكي مع حدا من الاعداد لما ظهرت المقابلة بطلهم هيدا الزلمي عارف حاله شو بده رح يوصل وانا هلأ تأكدت من حكايتك من كلامك هلأ انت عارف حالك شو بدك وعنيد بتضلك تضرب بالسخر لتوصل اول مرة سقطت بالانتخابات النيابية ما استسلمت كفات اول ست سبع سنين استثمرت مصاري بالفوتبول وما اخدت ورا بطولة حتى كاس نخبي ما اخدت رجعت اخدت البطولة واخدت الكاس عشان هيك انت عارف حالك لو ان رايحوا يعني ان شاء الله نتمنى لك بعرف انه بعد شوية بالسياسة رح نحكي بعرف انه عندك حلم تكون زعيم وتصير رئيس حكومة بس رح نحكي كيف هي الاليات لا تصير هيك اخر سؤال بمحور نادي الانصار قبل ما نحكي عن البطولة عن الاتحاد على قاطر عن كل شي بنرجع اخر شو بنحكي شوي بالسياسة مبدئيا نادي الانصار بامان مع نبيل بدر ما في حتعم الملخص صغير ما رح يترك النادي ولا بأي شكل من ده الاشكال الا اذا وجد البديل حكيت انه في انتخابات قريبا هل هناك يعني مؤشرات منافر لا نبيل بدر ولا كل مستسلم كل رافع العشرة انه ما في بدائل الا نبيل بدر وبعدين هايدا الفترة الواحد اللي الحق اليوم بالجميع القومية انه يتقدم انه يكون هو رئيس او عضو هادرية اهله سهلة فيه بس الارقام واضحة الارقام من تيه من النسبة اللي انا بعرف حالي وين موجود بهيدا النادي في جرء انه حدا يترشح ضدك لا ما حدا يترشح ما حدا يترشح هايدا الفترة هايدا الفترة اللي عم تقول من هلا الاخر السنة هل هناك معقولة يطلع بدائل تقدر تدفع مليون وسبعمية الف لا ما حدا هيدفع انا عمل لك ما حدا هيجي حدو دولار بس ما جاوبتني عن مجموعة رجال الاعمال يلي كانوا يدعموك ما كان في حدا بيدعمني ويريت بتقلي اسماءهم لحتى انه ممكن عم يدعموا هني حدا تاني ومغلطين لحتى ارجع انا وجههم صح وقالهم هدا هو نادي الانصار انا بدي اتأكد من معلومتي بس ما بعرف قداش دقيق قال انه رئيس مجلس ادارة المدليست محمد الحوت كان تقريبا يدعمك بشي خمسين الف دولار بالسنة تعرفت عليه قريبا صراحة على محمد الحوت من فترة منا بعيدة ما كان يدعم الفريق ابدا لا دقا هيدا لعيين لها الخبرية ما كتير بحبك منا منو دقيق حكيو لك لقلك شغلي فيش تي صاير بيننا وبين تيران الشرق الاوسط حطينا لهم بانو نحنا على طريق المطار وعننا ترك نحنا وياهون اه في شي منو يعني في شي ارقام بس منا هلا يدي لانت حكي عنو تقريبا على طيران وما منستعملهم الا لما نكون عم نشارك باسيا ودايما منحظن هني انو بتسائب انو الديستينايشن اللي احنا راحين عليها ما بتروح عليها المداليست عرفت علي يعني دايما نحظن معهم ما يعمل لك ديسكاونت او تروب لا ما عم بستعملها اوقات بستعملها بس انو اللي عملك انو ما بحياته حدا ولا في مجموعة رجال اعمال ولا في شخصيات ولا العمل لابينج وندفع مصاري اربعمائة الف او خمسمائة الف ولا حتى خمسين الف ولا عشر تلاف مليون وسبعمائة نبيل بدرا اللي هو رئيس النادي وبساعدوا بعض يعني رمزيا بعض اعضاء الهيئة الادارية اللي انا بحبهم وبيحترمهم هني عم يعملوا اللي لازم يعملوا قد ما فيهم القصة لما بيدفع واحد الفان دولار ماشي قدام المليون ونص او مليون وسبعمائة بس انت بحسب قدرته رمزية الفكرة بتعني لك كتير انا بيعنيولي انا في واحد بالانتخابات اجى لعندي ما بدي اذكر اسمه هلا بس يوم ما بدي اذكر اسمه اجى قال لي انا بدي ادعم حملتك الانتخابية مبلغ هايك زهيد جدا ما قالوا ايما الفان ثلاثة انت بتاعي في حملية الانتخابية اليوم ادي بتكلف بس انا اخدتهم منه اخدتهم اصدا لحتى بعضهم هلا موجودين بس لحتى اقول انه انا في مين دعم بحملة الانتخابية يعني بقدره كتير من هاي الاشخاص يلي بتيجي بتعمل هيك هو عرفان انت سجست مننا شي منا منا مننا بس حلوي كتير منه وانا ربحت وانا بقول انه هو سهم بإنجاحي بهذا المبلغ البطولة والاتحاد دعونا نبدأ بالاتحاد لأن الاتحاد كمان موضوع شائق منه سهل مش من زمان رئيس الاتحاد اللبناني عمل نائب رئيس أنتو كأوشي هنيتو هنيتو كعرب الشخص مثل له رسالة كبيرة هيك من نادي الأنصار وهنيتو أنا لازم أحكيها هو مبارع صار صحيح هنبعتناله رسالة وواجبنا وأنا أتمنى أن تكون هاي الخطوة فيها الخير للفوتبول اللبناني هلأ هو هيش محيدر شخصية طيبة ما فيك تزعل منه بس أوقات الاتحاد أخي ما عم بورجيك اللي أنت حاب تشوفه للعبة شو حاب بتشوف؟ أنا الفوتبول بلبنان بغير مستوى لا نعمل هالشي ما فيه بلان تعور جونا لبلان تعيد كون بيجتمعوا هالشباب بيقرروا يغرموا هالفريق بيقرروا ياخدوا المنتخب على هالدولة بس أخي حطوا لي بلان للعبة حطوا لي خطة نقدر نرتقي باللعبة فيها من هالمستوى لمستوى حالها هل يصح أن نطلق على هذا الاتحاد اتحاد إدارة أزمة؟ يعني ما عنده حلول تطورية مشكلة أنه أعضاءه طيبين بس ما عم يقدروا يعملوا شيء لغض النظر بالشخصي كلهم طيبين بس عم بحكي أنا بكلهم الظروف آه ما كلهم في عندك اعتراضات على حدا لا في عم لك مكلوم شام شو محمود الرابع عندك مشكلة معه مش رئيس سجد حكام محمود الرابع يا أخي احنا من حبه حليفك ما أنه حليفة يعني بمعنى هو بيشتقلق بالفوتبول بعد ما صار رئيس رجلة الحكام صار كل يوم فيه بيننا وبينه يعني تارب انتما هو بالانتخابات اشتغلت له طبعا هلأ كمان رح حكي شوية بالانتخابات لأنه أنت متهم أنه أنه التوازن الطائفي بالاتحاد من الناس اللي كسروه هو نبيل بدر من خلال تلات السنة ياللي فاتوا محل الأرمنة على كل أحوال رح نحكي فيه بس نرجع للاتحاد اتحاد شو مطلوب منه أكتر من اللي عم يعملوا نظرا للظروف الموجودة هلأ أنا ما أقول لك أنا ما أقول أنه اتحاد بدي يكون قوي شوي كيف إذا الأندي إذا الأندي هي كل شوي بتتطاول عليك ما هو الأندي هي هو لما أنت فيك تحسمها بطريقة أو بأخرى خاصة مع الأندي الكبار صار الأندي الكبيري ما بها تتطاول عليك بتعرف أنه هناك اتحاد قادر على أخذ قرار وحاسم وحاسم بطلع غلطت هلأ دي ستناعة ستناعة ترجع ما في بطولي ما في بطولي وبالتالي عليه أنه يلتزم هو وجمهوره عم بحكي عن الأنصار قبل غير قراء هو وجمهوره وإداريه بخيارات الاتحاد وقراراتهم بس قبل الاتحاد كمان قلتلك قبل ما نروح على هيدا ونورجئ أنه الاتحاد قوي لازم كمان ما يصير في تدخلات مع عضاء ما فيني أنا والله أقول لفلان أنه والله حكي بزع حتى أحكي بالأسماء فترة من فترات أنه نادر نجمة عمل هاي الشغلة ومفروض بقانون العقوبات أنه والله هذا بيطلع عليه لا لا ما فينا نزعل النجمة لا ما فينا نزعل الأنصار لا والله بيزعل رئيس نادي العهد والله بيزعل ما فينا حبيبة حبيبة هذه اللعبة يا أما بدنا نديرها والكلسة واسية شباب الغزية مثلهم مثل العهد والتضامن مثلهم مثل الأنصار وما فيه كبير وصغير لو من المنفكر بهذه الطريقة وما من راعي حدا صدقني منرجع منفروح سيزنبي شو بدك تعمل بالتدخلات السياسية هذا الاتحاد مثل تقريبا مثل ما عمل قائد الجيش كانوا يطلبوا منه دايما تشكيلاتهم تجد تشكيلات من الأحزاب أو من الكدع السياسية قرر وعمل أخذ خيار أنه أنا خليني خليني أستقل هايدي براعي براعي بما بالمينموم المطلوب بس آخر شيء أنا بحط تشكيلات للضباط وأنا بوزعهم وأنا لازم حسب مصلحة الجيش بده يعمل قائد جيش هايشم 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 مرشحك مرشح أنا بهمني التوافق برئيسة الجمهورية لأن الدستور حكمنا بهذا التوافق لو في معركة يقول لك أنا بوقف معا فلان ضد علتان سلاح دالا ما في معركة يوم ما هي ما في معركة حول بالسياسة بالسياسة نحكي نرجع للاتحاد قلتلك في البلان كمان لازم يعملوه ليقولوا شو الخطة لازم يسلكوها أو لحتى ينقلوا اللعبة من هال المستوى ستاز نبيل أعتبر بدي يحطوا بلان تطويرية يعيني لك في ظل عدم وجود انفراستركشور رياضية ملاعب ملاعب من ضمن البلان الانفراستركشور هون السؤال هو بدي يقول أنا بدي ملاعب بدي أكاديميز يبعطولي هيك 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 كل سنة هالقاد بدي باجت هالقاد بدي مدربين لهاي الفئات وبد بدي إدارة حاضمة بس ما هم بتعمل شي انت انت بيجيك مصاري شو بتعمل بتجي بيجيك مصاري من مكان ما بتروح بتعطي والله أنا أبو فراس عنده ملعب الصفا خليني ساوي له والله عندي واحد بجنوب بضيعة مدري وين صاحبة لأنه أنا بتعرف يعني ما بدي زعلي حركة أمال بروح بعمل له هالملعب يا خي بافع واحد بالبقاع قريب منه بحق الجنوب هلا مش عم دافع حركة أمال شنوب بحاجة وشمال بحاجة بخي في مئة ملعب صار بيروت ما في ملعب يا خي ما شير قصة مش هيك بيروت ملعب واحد ما فيه هل يؤقل روحوا جمعوا المصاري وروحوا وعملوا لكم ملعب طب لعبوا عن ملعب نيك أسلا حل هو يعني غير مجد أنا عندي داتا ما بيحكي فيها لأن هذا الاتحاد صار برعايته بحضنطي المصاري اندفعت على شي ما له عازي نحن اليوم لازم نرجع نجرع خلص وقفوا لي هذا الهدر سؤال وقعدوا فكروا بمصلحة اللعبة في لبنان الاتحاد المسيحيين لم يشاركوا باللعبة بالقوة الحكمة عم نساعدهم لا يطلعوا والرأسين بنعطيهم اللعبة لا يطلعوا بتكون نساعدون أنتو ما نحن بدنا هذا المزاييك الكبير لأنه لم يفوض المسيحيين لأنه لم يتنعين بإدارتنا للعبة حتى يكونوا واقعيين لم يتضحك أحالنا لا المسيحيين عندهم مشكلة باللاوعي من أيام الخمسة واثنانين أنه الفتبول ملقلنا أنه الفتبول مش بس ملقلنا قولنا الفتبول لمرحة خيحنا العيبة بيجون عنا مسيحيين شوف هذا الظاهرة داعون مدافع الفريق ماكسيم من أهم لعبية هالبقرة حيصير من أهم اللعبية فحيح بس وزنه الزيد هو 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 مساء الله عضمه لا لا بسهوبي لا وزنه الزيد ماش نضعفه كرمالك لا مش كرمالي كرمال المنتخب بالنهاية المنتخب يجب أن يستفيد منه السؤال الأساسي هل اتحاد مسؤوليته أنه يأمن ملاعب أم هي مسؤولية الأندية يعني أنا مثلا بالدورة الإسبانية الاتحاد الإسباني بيأمن الملاعب ولا الأندية بتأمن الملاعب اليوم لما بدك أمن ملعب بده تكون أنت قادر تستوفي من الجمهور اللي عم يحضر الملعب اللي عم يحضر أرقام تتناسب مع إيمة شو إعمار أو استثمار إستثمار الملعب صح حط لك أربعة خمسة ستة سبعة مليون دولار بتشي بتاخد أنت خمسين ألف أو عشرين ألف ألا ما يأخذوا خمسين ألف عشرين ألف من الواحد اللي بيطلعوا هني نص دولار كيف هاي كيف بدك تطلع مين أي شركة شركة عالمية مين بيعمر الملعب إن شاء الله فكرك النادي ما بتجي شركة سبونسر مع النادي بيعملوا هالملعب وبيتفقوا مثل بي أو تي أوكي هم اللبنان ما بدوا يعملها شو ما يفوت على الملعب ما هو بدك تحسن اللعبة وتسوقها لحتى يجوا هوا للشركات اللي عم تحكوا عنا ويجوا يروحوا يقولوا أنا هالملعب أنا بيخده وبيتفع مصاري من جيبتي لحتى عيد أعماره وتأهيله وبس أنا عشرة بدي استوفيها الأدى والأدى والأدى بس أساس نبيل فتنة بجدلية الجيجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الجيجة لألك ليه لأنه كمان في نظرية بتقول أنه لأ نحنا لازم تكون موجودة أول شيء ومن ثم نبدأ بصناعة بس ما في إنفرستركتور شو بتعمل الموقف هلأ ما في إنفرستركتور مين عم يروح يعملها هلأ أنا بروح بعمل فريق هلأ موجودة ولا أنا بدي أعمل لك لبلدية جونية شو هلأ دخلي بالفتبول عملت ملعب لجونية وقالت لك أنا عم بعملوا لألي بتاعوا استعملوه مثلا استعملته أنا هلأ مثلا أنا عم نحكي عم بلعب بيروت للبلد طيب عال كتير منيح أنا شو خصني أنا أنا كرئيس نادي روح عيد أعمار ملعب مليونين ثلاثة لحتى نلعب مباريات اللي أندي عليه ليه هيشغلتي ولا شغلة الاتحاد ولا شغلة البلدية ولا شغلة الدولة ما هو لما ما بنتمت يا حدا نعم يعملون حدا لازم شو حدا لازم يتنطح لازم الاتحاد حكم معرفت شوي أنا بهذا الملاف لأنه هون نحنا بالأمتفي عم نعاني جدا من موضوع الموضوع الملاعب وخاصة أنه ما فيه إلا ملعب جوني هو الوحيد المضاء دايما أنا بتشكرهم ما فيه بصراحة عن جاد تشكرك به لبلدية جوني يلي عم يتعاونوا بس ما فيه غيره طيب الاتحاد حاول بالمدينة الرياضية حاول ببيروت البلدة حاول بصيدة البلدة ما قبلوا ولا بلدية ولا رئيس المجلس إدارة المشاقة الرياضية أنه يتعاون معهم يقدروا يأخذوا هيدا الملعب تضمين لهم يضمنوا وهن يكونوا مسؤولين عنه ويجيبوا ويحسنون ما قبلوا لا البلديات ولا أنا متابع معك اللي حضرتك عم بتقوله بس في بعض الشروط اللي كان عم حطة الاتحاد أنه تكون قيمة الاستثمار لا تقلع لعشرين عام أو شي ما بتتناسب مع البلديات ما بتتناسب محدة بيقدر يعطيك منشأة لعشرين سنين أخر شي إذا بكتحط مليين الدولارات يعني مثلا المدينة الرياضية قدي بحاجة بس رينوفيشن بحاجة ل فيها رقم فيها رقم كبير رقم كبير يعني أخر شي إذا الاتحاد بدي يجيب من الفيفا أصلا الفيفا شروطه أنه يكون استثمار طويل للمدى طيب هيدا المنشأة نحكي فيها عرواء وحييجي وقتها لأنه أنا ما سأتركها هاي المنشأة هي المدينة الرياضية عيني عليها رح هي هلأ بده يتعين حدا جديد رئيس بدل ما هيبقى أعسس باقي بحكم يعني ما بحاجة أنا بتصور أخر شي عاجلا أنا صديق هو بس عاجلا بده يركب حدا جديد حيركب حدا جديد يعني يعني نحنا رحنا على محل تاني بأفكار جديدة بدم جديد بدنا نروح شو نعمل بدنا نقعد مع الاتحاد نقعد مع الهيئات المنحة لنشوف إذا في مين يقدر يقوم بهيدا القطوة بس نتبه لا لأنه هيدا تتبع منشأة رياضية تابعة للدولة قادرة الدولة تعطيها استثمار طويل للمدى أما بلديات ما تقدر تعطيك بلديات صيدة ما تقدر تعطيك الملعب تقول لك عشرين سنة تتركهم ما فيقمالة سلطة عليه بيروت ما فيقمالة سلطة عليه أنا عم بيأخذه المقسمم المطلوب لحتى أقدر أعمل استثماري فيه معلومة معلومة ودقيقة أنه ملعب المدينة الرياضية ليلعب عليه قرة قدم مشكلة المدينة ينعمل لها بحاجة لتقريبا مليون ونص دولار أرضية وغرف ملابس وغرف حكام تقريبا هو رقم منه كتير كبير إذا لقيته حل مع الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع ملعب البلدي حاولت كتير والاتحاد حاول حاولت كتير أنه أنت تاخد الملعب البلدي وقيل أنه بدك تفرشه حشيش صناعي أو حشيش هايبرد يمكن هجين ولكن هالمحاولات فشلت صحيح هذا الأمر؟ نا مفشلت شو لك؟ وانصرنا بموضوع الملعب البلدي أول شغلة من أسبوعين طلعت الملعب البلدي المجلس البلدي بلغني أنه في موافقة مبدئية على أنه يعطونا الملعب دائما يأخذو تسع سنين هي المشكلة بالمدد مع الاتحاد الاتحاد عم بطالب مدد أطول لحتى يقدر يجيب المنحة من الفيفا الفيفا عم بقول له ما نعطيك نحنا مصاري ما نعطيك نحنا إلا إذا كان الاستثمار عشرين سنة أو أقل شوي بقى ما حد أقدر أعطيه نحنا أخذناه تسع سنين لأن نحنا اللي حنعمله من جايبتنا مش بقى من جايبة الفيفا يعني نحنا اللي حنقوم بإعادة تأهيل وأعمار هذا الملعب بدر فونديشن لحتى يقدر يكون جاهز للعب بعد ثلاث أربعة شهر أو خمسة شهر أو ستة شهر مباشرة أو في أخذ الموافقة نحنا الموافقة المبدئية موجودة واليوم رئيس البلدية مسائبة نتقدم له تحية اتصل فيني وقال لي أنه نهار الثلاثة القادم رح يتم التوقيع على العقد موافقة وتصديق على العقد من قبل المحافظ من قبل المحافظ البلدي دائما بروح الدوان الدي وين برجع برجع على المحافظة برجعوا بيمضو يمروا على الداخلية مع المحافظة مخلص؟ مخلص هذا الموضوع؟ المحافظة بديو يعمل مصلحة بيروت والبلد ما عم بفهم أنا وين ليه ما بديو يعملوها يا خي في واحد عم بيقلك أنا جاي من مالي الخاص عيد تأهيل هذا الملعب وفاتحوا للعالم كلها وللأندية الرياضية كلها إذا ما بدك أهله أنت وقل له شكرا ما بده شيء أي واحد هيقلي لا هلقل له تفضل أنت أهل الملعب بس ما تتركه أربعة سنين ثانية أنا بالألفين واثمانطعش تقدمت بهذا الشيء انتبه بس أنا ما بعرف كيف صارت ما بعد بيّن الملف وين أنا كنت طرحته تماما وبعدته كان بوقتا كان في مرجعيات سياسية وبعدته كمان لهذه المرجعيات أنه خلينا عملو أمرأ ريموتا زياد المحافظة الكريم رح هو قال لي أنا رح أعمله وعملوا بالمينموم ما نجح معه شهرين ثلاثة ورجع خبرية العشب الصناعي العشب الطبيعي هلأ بنت نروح عادي أنا لك شو عملت أنت لما أنت عم تشتغلها لك عم تشتغلها لألك يعني بقدراتك الذاتية تبقى أنت حريص بشان هيك الضروري دائما أنه نحنا نشارك القطاع الخاص أو نشارك القطاع الخاص بالقطاع العام سؤال أخير سؤال أخير بهذا الموضوع بدأت تفرشوا الطبيعي أو سيناعي؟ اللي عم أقوله أنا جيبت شركة تركية قلت له نطعهم في حصولي ما بقى نشتغل متل ما بيشتغلوا هولي يلا ففرشوا روحوا جابوا أخدوا عيني من التربية أخدوا عيني من الماي وأخدوا ورقبوا عمل الفلتر وعلقوا عمل الفلتر اللي موجود وكل شي بالملعب لحتى يقدروا يقولولي شو فينا أنا أعمله من الماي المشكلة الماي بهالمنطقة مالحة ما بتسوى كلسية كلسية ومالحة صحيح شو المطوب نعمل نعمل فلتر كبير بس ما هي ماي ما فيه يعني بدنا نستجر مي كمان كل يوم لحتى نسئل ملعب كمان فيه أكبر كمان عمضية الكلفة حالنا وما بساك يعني أنت تعفش يعني أنه كل يوم بدك تجيب مي وطوشة راس ليش ما بتروح قالنا نروح على الهايبرد قالنا لو خلينا نروح على المشترك كمان عملونا دراسة وقدمونا إياها بس كمان انتبه ببعض المحلات هيصير فيه فراغات بفترة من الفترة بفترات خاصة بالشتاء لأنه كمان ينضرب الحشيش لأنه نحن ما فيه غير هالملعب حينلعب عليه عم تتخيل بكرة شو حيصير فيه جوني جوني عم يتعب بده يصير إعاد تأهيله بعد فترة صحيح نحن حيصير نركله على هيدا الملعب هيدا الملعب ما فيك تحط حشيش طبيعي وتلعب عليه أربعة مطوشة بالجمعة ما تمعني عملي جوني رايح صوب الصناعي لحديث هلأ بعدنا على الهايبرد بعدنا نروح على الصناعي إذا كان ما مش الحال ممتاز تقريبا من هلأ لأي متى بيخلص عم بيقولوا لي بكرة التلاتة التلاتة الجي بيعطوني الاتفاقية موقعة بتاخد لأسبوع عشر تيام لتبرم برمتها يعني موسم الجي منلعب على الملعب البلدي أكيد منلعب البلدي منكف ب منلعب بلدي بس حيكون البلدي بحلة جديدة لأنه أنا عم لكم اليوم إن شاء الله ما بدي أعلن عنه قبل ما يكون بين إيدي بس أنا عندي بلان لهالملعب وعمدي مخطط لهالملعب لحتى اترك شي لأهل بيروت يوم ما ما يقولوا إنه هذا نبيل بدر عمله على المستوى دي كله على حيكون يعني مثل ما بيقولوا ملعب بقلبه حيتقدم خدمات رياضية خدمات اجتماعية صحية تثقيفية كل شي حتى الصالت بقلب الملعب البلدي وتحت المدرج رح تتجهز لحتى تكون قادرة لاستقبل هيك فعاليات هيدا تركتي للناس فور فري اي طبعا أنا أحطهم بس بدك محبة الناس ما بدشي وصواتهم صواتهم جاي 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 ما دخلها انت عملت وقال لما ما أخدت صوات انت عم تعملها لأنك مأتنع انت عم تعملها اجا صوات أهلة وسهلة ما اجا صوات انت عملت اللي انت حاب تعمله ممتاز عليتك بأول شي رئيس الاتحاد كيف كويسي جيد جدا نيحة ما عندك مشكل أبو فراس أبو فراس صديق أبو فراس شوف تخبرك شغلي هلعبنا وصلوا رسالي وتحقي بس أبو فراس يا خي بتحبوا انت بيحبوه غيرك يعني ما بس انت بتحبوه وهو مثل ما بيحبك بدي يحب غيرك هو محبوب أبو فراس هو محبوب أبو فراس محمود الرابعة جيد جدا العلاقة منيحة هم بدي افتح موضوع بشغلي يعني أنا كان دايما دايما ما بيلفت نظر أخي محمود الرابعة انه الحالات التحكمية عم تكون كتيرة بالمباريات وبالتالي هذا يشير إلى أن مستوى الحكام ما عم بيزيد عم يتراجع وخاصة أن الحكام اللي كانت قبل عم تعطي عم تقدم دورة ما بق فينا ما بق فينا نحنا نعتمد عليها صار علينا أنه نعتمد على الجيل الصاعد لأنه وليك جربناهم ومنعرف حجم أخطاؤهم أعطي دور للصغار خليهم يخطئوا لربما هو اللي بيرجعوا بيركبوا بيصيروا صح يوم علي رضا هذا الحكم يا أخي أنا قبل ما كنت كتير استسيغوا للزلم لا ويقال أنه تنمرت عليه فترة فترات اه تنمرت عليه لا ما تنمرت طويل كتير شغلي هذي تنمر لا 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 ما الله ليش طويل ما فيه شي طويل يا خيب الملعب كان بس أخير تلتمت وشي لأنه أنا اللي ملاحظات دائما بس زلمي عم بحكم عم تحس أنت أنه واثق من حاله يا أخي والله والله ما كنا أعطينا دور طيب هو أساس نبيل أنتو يصلك فتغط عن الحكام ما بنردد عليهم كأندي طيب ألا هلأ أنا تعادلت ماتش ماتشين معه علي رضا مثلا أو ماتش أو ماتشين بزعل مزال بعيده بطريق أنا فتحت مكسر والله بتفرج عليه وأنا بزعل لما يغلط ليه لأنه بيكون قلت له ما تضيع كل شي عملته ما تضيع يعني أنه أنت عملك ماتش كبير ماتش العهد عمل ماتش كبير حتحكيه مكبير ما سفر هنا ولا سفر هنا ولا خاف وماشي واسق من حاله كتير حلو هذه اللحظة أنا بحب أحكي على الحكام لما يعملوا صح لي مش لحتى قربهم مني أو خليهم يفكروا بمخيلتهم أنه يصفروا لي لأنه ما بيعملوها بس بدي أقول لك لحتى أعطيهم حقهم في محل ما لما يخطقوا كلنا منقوم عليهم لما يعمل صح كلكم زقفولون لحتى يعمل صح راضي يعني عن التحكيم ولا منك راضي كتير عن حكيم عن حكيم لأنه آخر ثلاث أربع مباريات كان ممتاز صحيح أكتر من ممتاز عم بدير المبارات بشكل مرد صحيح بشكل عام راضي عن حجم حمود الرابع وشغله عم قل لك أصحابك تميم ستيمان وماذا نزعني والله كويسين كيف العلاقات مع تميم لا بفترة من الفترات صار في شونتاج أنتوا إياهم أنا بحياتي ما اختلفت معه دا ما بختلف معه لا تميم لأنه بعرف يعني بعرف عقلاته يعني بالمعنى طيب ما بتروح معه ما فيكت عاديه ما فيكت عاديه لا لا طيب طيب من جوه هو طيب على بيطلع بيعمل حركات وقصاص وبيستقوي عفلان وعلى ألتان بس هو من جوه نظيف بس شرس بالمنافسة طبعا هلأ هو حط براسه هلأ راح يموت بديو ياخدها ونحن هم موت يعني ما في أشي منه آخر شي شرس بالمنافسة يعني عنده إسرار كامل بتدفع عنده إسرار كامل هلأ انتبه البوجت تعيته كانت أقل هلأ شو بيكب بمصاري حسبها براسه هو بس يعني هلأ زبطت معه ضل على نقطتين بس كانت كان فينا نحن نكون مباعدين أكتر حسبها لأنه بالحسب بتايت الاتحاد أنه بيقسموا نقطت على اثنين أنه قد ما كنا نباعدين عنه نحن ست نقطت أنه آخر شي نحن نقسمونا على اثنين حيصيروا ثلاثة يلا في مباراةين مباراةين بينهم وهيك حسبها هو وممكن ممكن ما هو حق بس كان نحن كان فيها نكون أحساب أنتوا قدرين تفروا أكتر صحيح بس ثابت ما زلت عني ما زلت أني وافد جديد على اللعبة والله ليك ما زلت أنا فاجأني يعني أنا لما جيت على الاتحاد ما أريد أن أقول أسعد أنا لما جيت على الفوتبول أخذت وقت أكتر من ما زلت حتى أقلم مع اللعبة مع أنه أنا كنت بجوة وأنا اللعبة بتعنيلي وبحبه وكنت ألعبه بس هو أداء فريقه بالرتور ريحه لا مبين أنه هو شاغل عليه يعني أدى صح رفت علي ركب بين الزهاب واللياب ركب شي حلو صحيح ركب شي حلو أنا شفت فريقه لما ربحناه هون نحنا لما جينا عملعب معه هلأ الماتش وتعادلنا كان فريقه ثابت يعني مستوى ثابت شوي بالملعب يعني أثبت كتير مما كان قبل قبل كنت قول فيك تربحه هلأ بدك تفوت برعوب على الملعب لا تربحه ولا لا لا واضح واضح شاغل أزز عني على فريقه ودايما أنا بفترة إياسية من الناس اللي مرتبين اللي فاتوا يعني كرة القدم بحاجة لهيك ناس ودايما رسمير تبو سمير بدقة عم تسرح عن سمير سمير تبو أنا بزعل عليه دائما ما قاله حظ أنا برأيي نجيبه على الأنصار وبعطله رسالة هلأ نجيبه نعمل رئيس أو نائب رئيس يعني إذا بدي حبي يكون معي نائب لأنه مع الساحل ما عم بيكون ألحظ دائما ما بيكون له فرصة يعني سنت الماضي لما نحنا أخذنا البطولي أو اللي قبله كان قلله فرصة تبعب شو صار آخر دائما بالأمتار الأخيرة بيصير معه شئ يبي يفركش هادي يمكن لأنه خبرة النواد التانية خبرة الععيبتها خبرة مديرنا الفنية بس كمان هو صار عنده أكيب يعني حتى مديره الفني عالي حتى لعيبته صار عنده الغبرة بالفوتبول دائما بالأمتار الأخيرة يا أما بيصير معه خبرية و Meteما ما بيصير معه خبرية حرام يعني الت scriptures مثلا هلأ مع العهد صار معه خبرية خبرية مع النجمة يعني ما كتير أنا ما شفتها مع النجمة شفتها مع العهد حضرتها محضرت اثنين مع النجمة لأول أول 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 جول أوف سايد تسلل قلت له أنا على كل أحوال بس هو ما له حقص بهاي اللعبة مع الساحل بده ما ينافس على البطولة يعني أنا أتم ناله كل كل الخير هالزلمي لأنه شخصية طيبة ومحترمة بس عم قل له أنا طعم طعم معي عن هذه الأنصار خلينا نكمل المسيرة سوا هادي تعب لأبطال سوا نحن والساحل واحد ما أنا بعض عندي بعض سؤالين قبل ما بشكل سريع لأنه الوقت بلش يغلبنا يلا متهم أنه كنت من طبخي الطبخة يلي أخلت بالتوازن باتحاد لبناني للكرات القدم طائفيا طيارته الأرمنة وجبته محله سنة ثالث حضرتك كنت من الطبخين صحيح؟ أنا لما بكون عامل شغلي بكون مأدنع فيها صحيح أنا كن من طبخي هذا هذه الانتخابات بس أن يتضرر الأرمنة أو يتضرر غير الأرمنة هذا ما كان دوري أنا كان دوري أن يدخل السنة الثالثة اللي هو محمود الرابعة إلى الهيئة الإدارية إلى اللجنة التنفيذية هذا كان دوري كيف تركبت الأصوات طلبنا من كل الأندية أنه إيش حطوا حدا هونت أطعتم مع نادي العهد وتميم ستيمان بدعمكم لمحمود الرابعة لا أكيد أنا برأيي كان ما بعرف تميم ستيمان إذا كان نادي العهد بس أنا بتخيل أنه لا ما كان إلى جانب هيدا التوجه محمود الرابعة تحديدا إيش توجه ثلاث سنة توجه محمود الرابعة أنا بتوجه ثلاث سنة ما كانوا معه هني وبالتالي منهم معها خيار محمود يقال أنه عطيو محمود الرابعة وعطيو المرشح الاجتماعي بتصور نابلسي لا نابلسي نابلسي غير محل هون صار في هون الخوف كنا خوفانين خفتنا ويقطع الرابع يعني عرفت علي شو بقصد هون نحنا لأنه أنا شفت أثناء الجلسة أنه في منهم عم بيحطوا أربعة أرشمون توجهنا نحنا حتى نرجع نحافظ على على ال وردي كسرت التوازن ما فيك تحافظ كسرنا لأنه حق هذا الزلمة مسيرته أن ينهيها عندما يحلو له لأنه عمل لأنه الفطبول ما لم يفعله حدا تاني محمود الرابعة لازم هو لما بده يفل أقول لك أنا هلا بعد انتهاء هايدي أنا بدي يفل والله يعطيكم العافية بس ما فيها نحنا نقول أنه محمود برا لأنه محمود يقوله بالفطبول أكتر ما نحنا قلنا آخر سؤال قبل ما نحكي شوي سياسي ونختم في جمعية عممية بخمسة عشر شهر خمسة عشر شباط هذه جمعية عممية ما بعرف إذا وصلكم جدول الأعمال ويوصلكم البيانة المالية والإدارة بدي أحكي شوي عن البيانة المالية الحقيقة أنا مبتابع موضوع الاجتماعيات جمعية عممية مثلا أنا نائب الرئيس هون لأمين السر هون ياريت نائب الرئيس فينا نتصل فيه لأنه كان بدي كان بدي شوف شغلة كتير مهمة موضوع بخص الام تي في وفي مقترح من الاتحاد كما فهمت زيادة عدد الأعضاء حسب ما الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب الفيفا أنه يزيدوا فيميل أنثى نظبط ما هذا كنا نعمل فيه أنه نجيبه أرمانية ما هيك حكينا نحن طبعا ما نحن حكينا لما راحوا لأرمن المنفطبول قالوا أنه نجيب البنت أرمانية وأنا بسميها هيك قلت له أنت هلأ خلص خليهم أنت من يسموها لأنه طار طرشناك يعني يعني أنت مع هذا التوجه أنه إعادة التوازن للاتحاد من خلال هذه الصيغة البيانة المالية ما شفته لا ما تطلعت عليه أنا شو عم بصير أنا لما عندي مجموعة من المدقيقين لي عم بيحكي لك عن الفوتبول وعن الملاعب وقد دفعنا مصاري هون وهون وهون لأن أنا هذا بنقول بيانة المالية للمدقيقين بيعطوني آخر شيء فيدباك بطريقة مختصرة بس موضوع الاتحاد أنا دائما ما لا أصوت على البيانة المالية ما بقول لا إيه ولا لا أنا أنا ما عم بأخذ وقته ما عم تدق فيه كنا ما نعرف نحن بالبيانة المالية هل هناك عائدات للاتحاد درجة بالبيانة المالية من النقل التلفزيوني تحديدا من الMTV ولا لا ما انتبهت أنا ما شفته أنها هتكون دقيق ما شفته هذا السؤال ما نسأل أنه فيه كتير بيقولوا أنه ما عم تدفعوا ما عم تدفعوا أنت فيه سنة ما ادفعتوا كورونا أخر شيء طبيعي بقى ما تبقى بتصوى البيانات المالية لا عم بتبين فيها أنه فيه مدخيل أنه فيه مدخيل من النقل التلفزيوني أكيد أكيد بس أنا كم بتدقى بهذا البيانة المالي الأخير إذا فيه أو لا لأنه كل شيء قديم متسكر لا طبيعي شو رأيك بنقل الMTV أنا دائما بحكي عنها مضروري أحكي على الMTV ولأ وكون موضوعي وخد إذا فيه انتقادات خد راحتك الMTV هي أعطتنا إيمية للفوتبول إيمية إضافية للفوتبول هلأ كان فيه أخنيتاني عم بتقوم بالنقل قبل عم تنقلها بكل سلاسة عم توصلنا الصورة اليوم نحنا عم نوصل الفكرة لكل الجمهور لكل الناس تعرف أنت جمهور الMTV على مساحة الوطن كله بلبنان كل العالم عم بتشوفها وعم بتشوفها بالنوعية اللي لازم تشوفها فيها أنا كتير مبسوط أن الMTV رغم أنه انتبه أنا كنت مشارك بالمناقصة وكنت بدي أخذها لقلي صح وعلى ما زعلت شي صارت وخدت الMTV مبسطت قلت على الMTV هتعمل أكتر مني وأحسن مني وبالتالي أنا بدي مصلحة اللعبة مصلحة اللعبة تقضي أن تكون في الMTV شوية سياسة أنا حاضر سؤال صوت للرئيس بري برئاسة المجلس؟ لا أكيد بس إنما بس إنما طلع شائعات إنه صوت للرئيس بري ليش بسطح إذا بتصوت للرئيس بري أنا ما بستحي أنا بقول لك اللي باستحي لما تكون عم بعمل شي غلط أنا هيدا قرار سياسي أنا جماعة مجموعة من النواب الأصدقاء واتفقنا كيف نقسمها بس أنا أنا صوتت ما كان دوري أنه صوت دوري أن لا أصوت حدا دخل معك للتصويت؟ إيه صار فيه صار إيه عديد من الأطراف بس أنا في واحد عزيز علي من من جهة الرئيس بري هو اللي حكياني وأنا لما إجي عم يحكوني غيره وقلت له أنا خلاص عم بحكي مع هيدا الشخصية اللي هي رئيس إتحاد لبناني حشم حايت بلت له أنا تعرف أنت بحكي معك عدة أشخاص بس أنا كنت بنسق معه إحنا كنا عم نقول الرئيس بري اللي يعمل يعمل 65 كان بده من عنا أربعة أخذ ستة أخذ ستة من أصل 11 علاقتك فيه للرئيس بري بس أنا ما سوط له أنا بحترمه بقدره دايما بمقابلة تليفزيوني بقول أنه قبل كان صورته ببالي غير بس هلأ غير الصورة يعني أحبه أكتر بس بس تقرب منه أكتر تعاشر وأكتر أنا صراحة ما ولا مرة أملت إيه ولا مرة أقعد أنا وياه للرئيس بري ولا مرة فايت وأقعد أول مرة طالب موعد بس أنا بشوفه بالمجلس بسمات متبادلة ما في أسن ما في أسن بقدر عمله انتبه خفت ديكتاتوريته للرئيس بري قبل عن قبل هلأ بتحسه بالمجلس يمكن ببعض المراحل الدكتاتورية يمكن ضرورية يمكن يمكن أنا عمل لك حتى بالفوتبول حتى بكل شيء لما بواحد بدو يرأس إدارة بدو يكمشها بيد من الحديد هو رهو كان مشا بلأ عم بيساير هتلأ هلأ بتفاجأ فيه عم بيساير شوي زيادة مرشحك لرئاسة الجمهورية اللي بتوافقوا عليه اللبنانية ما فيه بسم محدد؟ أنا بالنسبة إلي لك للك قائد الجيش بالنسبة إلي هو ممكن آخر الخيارات بس هو أفضل الخيارات يعني أفضل الخيارات بمعنى يعني أسهل واحد قد نتوافق عليه أوكي بس فيه أسماء تانية فيه نعمة إفرام فيه عندك يمكن شخصيات تانية عنده عنده حضورة على المجتمع المسيحي واللبناني وكمان إلى حظوظ أنه تعمل رئيس ديموري سليمان فرنجي كمان عنده حظوظه بس اليوم بظل هذا يعني انشطار لبناني بالسياسة ما فيه إمكانية أنه توافق إلا على رئيس بيعرفوه الكل والكل بيتفاهم ما هو وخابرينه يعني ما فيه نأجي أقول أنه مثلا سليمان فرنجي وقائد الجيش إذا هلأ خيره دون تفكير دون تفكير إذا كان عنده التوافق المطلوب إذا كان التوافق أولي الكل إذا كان عنده حظوظ أن يوصل أنا بدي لك شو اليوم في ستة وثمانين لازم يحضروا المجلس النواب ليأدنوا القرم ليأمنوا النصاب صح معناتها بدي يكونوا موافقين على الطرف الآخر أنا لا بدي أخذ البلد على مرشحة ماني أدار تاني بكل بساطة المرأة أنه مرشحة ماني أدار يعني مديد من العزلة ومديد من الأزمات التي لا تنتهي أنا خلص بدي أطلع من هالشو بدي روح على واحد بالنص هيدا اللي يقدر الكل يتواصل معه ويقدر يأمن هالحضان العربية للبنان اليوم بتعتبر حالك زعيم بيروت سنة؟ زعيم؟ لا الزعامة إلى معنى تاني خلينا نقول لك شغلي اليوم الزعامة منه مركز بتروح أنت تسعى أن تصل إليه الزعامة هي حالة 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 الناس بيأخذوك عليها في بوادر زعامة؟ أنا عم أقرب من الناس أبدا ما فيني وعم بيشتغل بما يملي عليه ضميري وحاطت بنصب قدام عيوني مصلحة هاي البشر يوم اللي هالبشر بتشوف أنه هيدا الشخص لازم يتقدم شوي اليوم هو نائب لازم يصير أكتر هني بيدفشوك موضوع الزعامة بيأخذ وقته وبدو العديد من الإختبارات والمحطات والمطبيت لحتى تقدر من بعدها أنك تثبت لهذه الناس أنك أنت قادر تكون بمستوى زعيم ولوها الأد طيب ليش نبيل بدر هو رئيس نايد الأنصار ليش منه موجود بلجزة الشباب والرياضة النيابية؟ يعني مفترض هيدا المركز لازم تكون موجود فيه لك ليش؟ لا فيه الموجودين طبعا الوقت دهمنا كتير فيه كان بدي ناقش معك مشاريع الأوني حضرتكنا بمشاريع الأونيين يلي بحاجة الرياضة لإله يعني لتدعم الرياضة بس ما بقى فيه كتير وقت بس ليش؟ لافت كان أنه مانك موجود بلجزة الشباب والرياضة هلا تركيبة الشباب والرياضة طائفية سمحنا لنا ناس يفوتوا محلنا ماننا خبرية مانا آخر شي بنا نتوزع ما فيه نعمل كل شي هلا أنا بنيش بدي أعمل يعني بينك وبين وضاح كانت؟ لا لأنه وضاح فات كسنة كان يفوت واحد سنة كمان بس أنا وضاح فاته ياخد شباب الرياضة لأنه كمان كمان هو عنده دور الرياضة وعنده بايع بالعمل الرياضة إنه لو فضل خد الرياضة مش أنا يعني أنا قلت نروح على محل تاني بهمني هو الأشغال الأشغال يعني يعني النفط يعني الكهرباء يعني الماء اللي بيسألوا عنه اللبناني كل يوم يلي أنت لازم تتابعه بلحظة بلحظة يعني بقول لك اليوم مثلا سكانرز واقفة هون بدك تروح تشوف بالدائرة المناصات شو عم بصير أنا هايدي الشغلة بحبه لأنه أنا بفقه فيها لأنه هايدي كمان من ضمن أعمالي بهمني أعرف شو عم بصير بالأشغال لأنه الأشغال هي مستقبل لبنان النفط موجود بوزارة الأشغال اليوم بوزارة الأشغال والطاقة الطاقة والأشغال اللجنة هي مسائبة مشتركة لجنة الأشغال والطاقة لجنة وحدة مشان هيك أنا أحبّي تكون موجود فيها ما بس أنا حتى عملنا يعني جمعت أكتر من نائب أصدقاء لألي ودخلنا سواء على هيدا اللجنة ليكون قلنا قرارنا اليوم عن طاعمل تقريبا تكتل نيابة تكتل نيابة صبغتو سنية هل هادي مقدمة لا توصل لرئاسة الحكومة؟ أول شي رئاسة الحكومة ويردي في حال كلفت برئاسة مش كلفت ترح اسمك جديا قادر له يعني قادر تشيل هيدا الحمل الكبير؟ أول شغلة موضوع التكتل نيابة لا نحنا مجموعة من النواب نلتقي ليش بالبيت عندك؟ أخي بتصير بغير محلات بتصير بغير محلات كمان نحنا كلنا سواء على أنه علينا أن نلتقي لأنه لقينا حالنا وإلا ما رح يكون صوتنا مسموع لما بيجوا بياخدونا بالقطعة شي ولما بياخدونا كتكتل كبير في قلب 11 نائب شي أهم ساعتا بنفرض قرارنا نصير شركة بالسلطة وشركة بإنتاج القرار مثل ما بيصير هلأ برئيسة الجمهورية نحنا أصبحنا شركاء مش واحد قبل لما عملوا الإجانة النيابية ما إحنا سألنا ليه لأنه كنا مطيشرين سألنا مفتش على اللجنة بالقوة من هون من هون ويادة بسيرنا شوي والرئيس بريت ضحك علينا بلجنة الأشغال وأخذ مننا اثنين ما مشكلة بس نحنا هيدا كان وضعنا هيدا كان حجمنا اليوم لما مكوننا 11 مصبة بنفس المحل بيصيروا الكل بيشوفوك بعين أكبر نظرة مختلفة صحية نظرة مختلفة بيعين أكبر رئاسة حكومة أنا بالنسبة إلي أنا بدي أتقدم أنا طموحي بجعب التلق بنحكي فيه على واق وبحلقة ثانية بس أنا كمان كتير حريص على أنه ما أخطي خطوة تضيق كل شي عملته يمكن أنا نجحت بنادى الأنصار يمكن نجحت بالعمل السياسي أنه أنا قدرت أوصل أو أرتقي بنفسي وأنا ابن جمهور هذا النادي وأعمل نائب عند بيروت بس أنا كمان عندي طموحي بعده نكمل وين بده يوصل أنا بدي بس بخطوات مدروسة مدروسة بتنسيق مع مين؟ مع الناس مش مع الناس بدي أمشي مع الناس من بره؟ علاقتك بالمملكة كيف؟ علاقتي كويسة وجيدة وبلدأت كثير من الشخصيات اللي هي بتدور بفلك السفارة أو حتى بتدور بفلك المملكة بشكل عام ودائما نحن نتشاول ساعد السفير على بعض الأمور هذه العلاقة ما فيك تستخدمها لدعم رياضي مش عم نقول سياسة دعم رياضي ولا ولا المملكة المسكرين الخريجي بشكل عام إذا كانوا أخذوا أرار بالمساعدة اليوم الخريجي بشكل عام بعده ما ما في أرار بيلتقيك بيسمع منك يعني ما بيحكيك شي ما بيعطيك شي اليوم بدنا نسمع منهم هني كمان ما عندهم يعطونا بمش يعطونا بمعنى ما يعطونا مصاري أو يعطونا خدمات أو حتى بالداتا ما عم تقدر تاخد منهم شي بقى شو بدك تحكي على المصاري أو الخدمات الرياضية بس اليوم المملكة موجودة بالمينموم المطلوب ولازم أنا دايما دايما دي كمرة بدار الفتوى خطلعت ودايما ما بزور السفير أو نلتقي فيه بمناسبات عامة وبقال لهم نحنا دورنا لازم نفعله أكتر لأنه الناس نطرتنا ناطرة منكن أنتو ناطرة منكن أنو تقوموا بدور أكبر بخدمة مصالحها الناس ودولتها السيد نبيل سؤال أخير متفضل كيف لقيت حالك اليوم؟ مرتاح، متسلى أنا وإياك دردة شي تسلىي أنا وإياك كنت ما قلت لك واسطيارت معينا العشاء ما في مشكل، قلت كل اللي بقلبك مرتاح تماما يعني خلينا ما تصنعت بولا إيجابي لا 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 أنا ما بعرف تصنع أنا لأني شابوي ولأني متصنع أنا بحكي الأمور مثل ما هي ويتعوضوا لينا هيك حتى بالسياسة مستغربين لما بتقول شغلي بفكرك أنت بتقصد شي تاني ما بيقتنعوا أنه أنت هيدا أصدك لا شوي 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 ليقتنعوا أنه أنت هي طريقتك بالكلام وهي طريقتك بالتعبير وهي طريقتك بإصال الرسالة سعدت النائب نبيل بدر شكراً لك شكراً شكراً لكم